موسيقى لن تصدق الفواد العجيب لمنقوع الشعير هناك مجموعة من النباتات العشبية المنتشرة في جميع أنحاء العالم ومنها الشعير الذي عرفه الإنسان ويستخدمه منذ القدم وذلك بسبب قيمته الغذائية العالية فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والألياف ومضادات الأكسادة وبعض العناصر وأهمها الكاليسيوم والفسفور يتم تناول الشعير بعد طحنه وتصنيع الخبز والبسكويت منه أو تحضير مشروب منه يسمى منقوع الشعير وهو الأكثر استخداما من غيره حتى أصبحت المصانع تحضره وتعبئه في عبوبات زجاجية جاهزة للشرب مباشرة فمنقوع الشعير يمتذ قدرته في الحفاظ على قيمته الغذائية وقدرته على إعطاء الجس مجموعة من الفوائد الصحية الفوائد العظيمة لمنقوع الشعير طرد السموم الموجود في الدم وخاصة بعد العناصر السامة كالرصاص فهو من أهم المشروبات المستخدمة بشكل يومي لتحقيق هذا الهدف يحافظ على شبابية الجسم ويؤخر شيخوخته فمضادات الأكسادة الموجودة فيه قادرة على حماية الخلايا من التلف وتجديدها باستمرار مفيد لصحة القلب فهو يقلل من مستوى الكوريسترول الضور في الدم ويزيد من تدفق الدم في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى عدم حدوث انسدادات فيها بالتالي حماية القلب من الأذمات والتجلطات إنكوث الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم فالألياف الموجودة فيه تحرق الدهون وتزيلها وأيضا ترطي شعورا بالشبع لمدة أطول حماية الجسم من السرطانات وخاصة سرطان الثد والقولون فمضادات الأكسادة الموجودة فيه تعمل على منع الانقسامات غير الطبيعية للخلايا وبالتالي تمنع الأورام السرطانية الحميدة والخبيثة المحافظة على توازن السكر بالدم فأحد مكونات المنكوع ألياف بتجلوكان وهذه الألياف تعمل على تقليل امتصاص الكربوهايدرات من الأطعمة مما يؤثر بالإيجاب على مستوى السكر ويجعله ضمن مستواه الطبيعي الذي يقدر من 80 إلى 120 ملغروم يعد مقويا للدم ومحاربا للآنيميا بسبب كم الفيتامينات الهائل والحديد الموجودة فيه يساعد الجهاز الهضمي في آداء وظيفته فهو يساعد على زيارة العصار الهضمية بالتالي تتم عملية الهضم بشكل أسرع وأيضا يمنع حدوث الإمساك والبواسير مفيد جدا للكلة فهو يمنع تكون الحصافيها وإن كانت موجودة مسبقا بها يقوم على تفتيتها وإخراجها مع البول تخليص الجسم من الانتفاخ والتورم الموجود بالأطراف نتيج التراكم السوائل والأملاح فمنقوع الشعير يخرجها بسرعة على شكل بول تقوية العظام ومنع حدوث أي اختلال فيها من هشاشة أو التهابات فالكاليسيوم الموجود فيه كفيل بتحقيق ذلك يزيد من مناعة الجسم وقدرته على محاربة الجراثيم والميكروبات ويمكن تحضير منقوع الشعير المنزلي عن طريق إضافة 100 غرام من الشعير لكل لترين ماء ويتم غليه وبعدها يصف ليكون جاهزا للشرب يسعدنا اشتراكك في القناة ولا تنسى الضغط على الذر لايك ليصلك كل جديد مفيد إن شاء الله